بسم الله نبدأ نحل مع بعض المسألة دي بيقول لي هنا ريجيد ريجيد يعني معناها انه ما بيحصلش فيه هوموجينيوس رود هوموجينيوس معناها انه هو متجانس يعني الاوزان ايه الكسافات متساوية يعني الوزن بتاعه متوزع على الطول بالتساوي يعني معناها انه طوله كله بيساوي وان ميتر بس هو مقسمه ليه اربع اجزاء كل جزء الطول بتاعه ايه يعني معناها ان النقطة دي اللي هي تنين ايه على يمنها واتنين ايه على يسارها والهنج اللي هي المفصلة اللي الجسم بيلف حولها على بعد ايه من الطرف اليسار ده ماش كده طيب كان روتيت فريلي انزا فيرتكل بلين يعني ده كأن مستوى الورقة او مستوى الرسمة دي هو المستوى الايه الفيرتكل يعني محطوطة كده كأنها ملزقة على حيطة بحيث ان الوزن بتاعها يبقى ايه يبقى الوزن ده اللي هو متركز هنا عند السيجي يكون بيقصر معاه طيب انزا فيرتكل بلين الراوند ان اكسز باسنج ثرو او او اللي هي دي اللي هي المفصلة دي خلاص يبقى بيعمل روتيتشن حوالين نقطة او اوي فروم اتس اكوليبريان بوزيشن الاكوليبريان بوزيشن بتاعه ان السيتا بيساوي زيرو وهي دي السيتا فمعنى السيتا بيساوي زيرو معنى انه ايه افقي انه هو بيبدأ يقيس السيتا من النقطة دي والسيتا بتبقى بوزيشن في الاتجاه ده بعدين بيقول لزارود ستارتس تو اسيليت هيبدأ بقى يعمل ايه اسيليشن طيب المطلوب بقى ايه بيقول لي هنا استابلش زا اكوشن اوف موشن يبقى عايز الاكوشن اوف موشن اكوردنج تو زا اانجلر كوردنت سيتا يعني على اساس ان ده بيلف بزاوية بزاوية سيتا يبقى هو عايز الاكسيبريشن بس اللي هي تعتبر يعني المعادلات اوف زا دامبينج فاكتور دامبينج فاكتور المفروض ان هو السي بس هنا هو يقصد بيه وكتبها دلتا بالشكل ده بس هو يقصد الزيتا اللي هي المفروض المسألة دي تكون الدامبينج ريشيو فاحنا هنحلها لانها ايه ماشي زيتا اللي هي ممكن نسميها او 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 ميجا دي طيب نبدأ نحل مع بعض كده المطلوب الاول طبعا علشان نكتب الاكوشن اوف موشن لازم نكتب الاول فالديفرينشل ايكوشن علشان نكتبها لازم نرسم الجسم وهو في وضع حركة فالجسم هو في وضع حركة يعني معاناها ان هو ايه لو بيتحرك لينيار يعني يتحرك مسافة اكس او لو بيلف بألف زاوية ايه سيتا فالوضع اللي قدامنا ده هو وضع الحركة خلاص الجسم بعد ما تحرك كده ايه بقى الفورسز اللي بتأثر عليه طبعا ده لما يتحرك هيرف كده الاخرى وبقى ده كده الجسم بعد ما تحرك طبعا النقطة دي متوصلة بالسبرينج فلما تنزل لتحت السبرينج هيبقى عايز يرجعها تاني يبقى دي كده اف جاية من السبرينج نفس الكلام برضو الجسم ده وهو طالع فوق كده عايز يرجعه يبقى في فورس جاية عليه كده عكس الحركة اسمها اف دي طيب وكمان في هنا الام جي طيب الام جي هتدخل في معادلة الحركة ولا لأ قلنا ان الام جي في الوضع ده هي لها تأثير والتأثير ده هيروح مع الانيشيال تانشن اللي في السبرينج يبقى بالتالي الام جي دي الام جي هنهملها مقابل اهمال الانيشيال تانشن اللي في السبرينج يبقى ولا هندخل انيشيال تانشن ولا هندخل ام جي فبالتالي ممكن نكتب معادلة الحركة على طول ومش محتاجين نكتب معادلة اتزان طيب معادلة الحركة بها تكون ايه بما ان الجسم ده بيتحرك فهتبقى معادلة الحركة بتاعته سيجما المومنتز حوالين نقطة الدوران اللي هي هنا اسمها او حوالين او بيساوي الماس في الاكسلريشن فالماس اللي هي ممكن نسميها اي وممكن نسميها جي فخلينا نسميها جي حوالين نقطة الدوران اللي هي او في الاكسلريشن اللي هي مقابلة ال익س دبل دوت اللي هي هنا في حالة الروتيشن بنسميها سي تا دبل دوت طيب يبقى احنا عايزين نجيب ايه هي المومنت اللي بتأثر على الجسم طبعا واضح من الشكل ده انها بتساوي الاف اس مضروبة فيه الدراع بتاعها ده اللي هو عبارة عن ايه وهنا كمان الاف دي مضروبة في الدراع بتاعها اللي هو الطويل ده اللي هو عبارة عن ايه زائد ايه زائد ايه يعني ثلاثة ايه فبالتالي ممكن نكتب معادلة الحركة بالشكل ده نقول ان المومنت اللي جاية من الاسبرينج او جاية من الدمبر ده بالنيجيتف يبقى اللي جاية من الاسبرينج نيجيتف اف سبرينج مضروب فيه ايه ناقص التاني الفورس اللي جاية من الدمبر مضروبة فيه الدراع بتاعها اللي هو ثلاثة ايه فكله كده هيساوي الجي حوالين الاو في السيتا دابل دوت طيب الاف سبرينج والاف دمبر بيساوي ايه لان دول اكيد بيعتمدوا على السيتا والسيتا دوت فالاف سبرينج هي عبارة عن كي مضروبة فيه الدفليكشن الدفليكشن اللي هو حسب الرسمة دي اللي هو يعتبر المسافة دي فبما ان الفيبريشن قلنا ان هو الحركة صغيرة جدا فلو فرضنا ان الزاوية دي سيتا والطول ده من هنا لهنا ايه المسافة دي هتبقى عبارة عن ايه مضروبة في سيتا فيبقى الفورس بتاعة الاسبرينج هتساوي الكي مضروبة فيه ايه سيتا وفي ايه تاني هنا يبقى الايه دي بقت سكويرد ناقص طبعا في هنا اشارة ناقص اللي هي دي ناقص الاف دي اللي هي لو رجعنا للرسمة كده من فوق هتلاقي المسافة من هنا لهنا دي اقدر اجيبها من المسلس ده اللي هو فيه الزاوية دي سيتا وفيه المسافة دي من الروتيشن من السنتروف روتيشن لغاية النقطة دي اللي هي بتساوي ايه 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 اللي هي تلاتة ايه يبقى كده المسافة الرقصية دي عبارة عن تلاتة ايه مضروبة فيه سيتا طيب فبالتالي السرعة بتاعتها هتبقى التفاضل بتاعها هتبقى تلاتة ايه سيتا ضد طيب فبالتالي نكتب المعادلة بتاعتها السي مضروبة في الفيلوسيتي اللي احنا لسه جايبينها اللي هي تلاتة ايه في سيتا ضد مضروبة كمان في تلاتة ايه يعني ممكن نقولي التلاتة ايه دي سكويرد هيساوي جاي حوالين او في سيتا ضابل ضد هنرتب بقى المعادلة دي تاني بحيث ان تكون سيتا ضابل ضد الاول يبقى جاي او سيتا ضابل ضد يبقى هنجيب الترمين دول الناحية التانية هيبقى بوزيتف هتبقى دي بوزيتف سي تلاتة ايه سكويرد في سيتا ضد زائد كي في ايه سكويرد في سيتا ده كله هيساوي زيرو بقى دي كده الديفرينشال ايكوشن اف موشن طيب منها لو شبهناها بقى ان دي تشبه الاكس ودي تشبه الاكس ضد ودي تشبه الاكس ضابل ضد يبقى بالتالي المجموعة اللي مضروبة فيه الاكس دي كلها دي عبارة عن كي اكويفلنت واللي مضروبة فيه السيتا ضد دي كلها كده هنسميها سي اكويفلنت واللي مضروبة في السيتا ضابل ضد دي هنسميها ام اكويفلنت وبالتالي يبقى لو هو عايز الامجا ان نقول له بسيطة ساوي روت كي اكويفلنت على الام اكويفلنت يبقى دي هتساوي روت الكي اكويفلنت هي كي اسكويرد على الام اكويفلنت اللي هي الجي نوت طيب عايزين كمان الزيتا الزيتا عبارة عن ايه سي اكويفلنت على سي كريتيكل السي اكويفلنت عبارة عن ايه اللي هي دي اللي هي سي في ثلاثة ايه سكويرد والسي كريتيكل اتنين ام اكويفلنت اومجا ان الامجا ان لسه جايبينها من شوية والام اكويفلنت اللي هي عبارة عن جي نوت يبقى انا عوض عن كل دول قدرت كمان ايه لو عوقت يعني قدر اطلع برضو ايه الزيتا يبقى كده عندي المعادلة اللي قدر اجيب منها الامجا ان والمعادلة اللي قدر اجيب منها الزيتا يبقى انا كده جبت الاكسبريشن اللي هو الامجا ان بتساوي ايه والزيتا بتساوي ايه كمعادلة طبعا ما جبتش قيم لان طبعا السؤال هنا هو زي ما انتم شايفين بيقول لي ايه باي سبيسيفاينج زي ايكسبريشنز يعني عايز مجرد ايه المعادلات بتاعتها بس طيب نشوف بقى المطلوب التاني يقول لي هنا وي سببوز ذات افتر فور بيريوز زي انيشيال امبليتود اوف بيريوز ايز ديفايد باي تن يعني ايه يعني لو جيتا فصر الجملة دي لوحدها كده هقول لك افتر فور بيريوز يعني معناها ال اكس ون وال اكس فايف اللي هي ممكن نقول عليها اكس ون على اكس ون زائد فور يبقى كأن الفور دي اللي هي عبارة عن الام اللي هي النمبر اوف سايكلز طيب ال اكس فايف دي بقى بتساوي ايه ال اكس فايف بتساوي ال اكس ون ديفايد باي تن يعني اكس ون مقسومة على تن طيب يبقى هنا جاب لي ايه جاب لي الريشيو بين اكس ون و اكس ون زائد ام طيب وبعدين بيقول لي افزا بيريوز اف دامبين او السيليشن از ايقوال تو او بوينت سيكس ساكند يبقى البيريوز بتاع الايه الدامب يبقى ايه عبارة عن التي دي بيقول لي بقى calculate the value of the coefficient of friction اللي هو يقصد بها الفيسكس يعني الفريكشن مع الفيسكس اللي هي بيقول ايه الفا اللي هي مسميها هنا في الرسم الفا اللي احنا اتفقنا وسميناها في المسألة سي زي كل المسائل طيب يعني هو هنا عايز ايه قيمة السي يلا نبدأ بقى نعوض بالحاجات اللي هو مدهالي نبدأ في الصفحة اللي بعدها كده طيب نبدأ يبقى المعطيات بقى اللي هو الدهالي في النقطة التانية ايه ان الاكس وان على الاكس وان بلاس فور اللي هي بعدها بفور بيريود دي بتساوي واحد اللي هي الاكس وان ودي بتساوي عشر يعني واحد على عشرة ممكن نكتبها كده واحد على عشرة يعني دي من الاخر كده بتساوي كم عشرة طيب وبعدين قال لي ان التي دي بيساوي او بوينت سيكس ساكن طيب دي اقدر اجيب منها الامجا دي الامجا دي هتساوي تو باي على التي دي يبقى الامجا دي كده ايه معروفة طيب ومن دي نقدر نجيب ايه بقى من دي نقدر نقول ان الدلتا بيساوي واحد على اربعة لن اكس واحد على اكس واحد زائد اربعة اللي هي بعشرة يعني بتساوي واحد على اربعة لن عشرة كده قدرت اطلع قيمة الدلتا وعندي قلوم بيربط الدلتا بالزيتا قدر اطلع كمان ايه الزيتا يبقى كده المطلوب بتاع الزيتا معروف طيب انا عندي بقى الامجا دي معروفة والزيتا معروفة قدر منه مطلع قيمة الامجا n ان الامجا دي بتساوي اامجا n فروت واحد ناقص زيتا سكويرد عندي دي معروفة ودي معروفة قدر اطلع من هنا قيمة الامجا n يبقى الامجا n كده ايه اتعرفت طيب هو في المسألة كان طالب قيمة السي السي بقى هي عبار عن ايه الزيتة زي ما احنا عارفين بيساوي سي اكويفلنت على اتنين ام اكويفلنت اومجا ان القيمة بتاعتها ايه الزيتة دي كده معروفة الامجا ان دي معروفة الام اكويفلنت قلنا من شوية انها بتساوي الجي حوالي نقطة او نرجع كده بسرعة نفتكيرها مع بعض ايه ايه الام اكويفلنت اللي هي معامل السيتة دابل دوت كانت جي حوالي او وهو مدين الماس ومدين المقاسات فقدر اجيبها وخليكوا فاكرين ان السي اكويفلنت قلنا من هنا هون السي اكويفلنت بيساوي سي في ثلاثة ايه الكل سكويرد والايه معروفة فبقى انا لو جبت السي اكويفلنت قادر اطلع السي على طول بقى نرجع ليه المعادلة دي تاني الجي هنا لو نلاحظ ان الرد كان عامل كده وكانت نقطة او هنا بتبعد عن السي جي مسافة مقدارها ربع متر والطول ده كله كان بيساوي واحد متر والماس بتاعته كان مدهالي فقدر اقول ان الجي حوالين نقطة او بيساوي الجي حوالين السي جي زائد الماس في مسافة النقل تربيع اللي هي المسافة دي تربيع اللي هي عبارة عن ايه يبقى في ايه تربيع والاي حوالين السي جي كنا عرفنا القانون بتاعها اللي هي واحد على اتناشر الماس في الال تربيع الال دي اللي هي بواحد خلاص كانها مش موجودة والماس مدهالي فقالوا كده نفتكر بسرعة قيمتها كم الماس هي مدهالي بعشرة كيلو جرام والاي اللي باربعة ايه والاي بربعة خلاص يبقى كده قدر اعوض يبقى كده عندي الام بي عشرة كيلو جرام والاي بواحد على اربعة انا كده قدرت اطلع قيمة الجي او يبقى الجي او معروفة يا كمان ايه من القانون ده اقدر اطلع السي اكويفلنت وزي ما احنا شفنا فوق ان السي اكويفلنت كانت بتساوي السي مضروبة فيه تلاتة ايه الكل سكويرد طبعا الايه احنا عارفين انها بربعة يبقى كده التلاتة ايه دي معروفة السي اكويفلنت معروفة اقدر من القانون ده اطلع قيمة السي بيساوي كم طبعا السي دي زي ما شفنا في الرسمة هو كان مسميها الفا ماشي ممكن بعد كده نقوله الالفا او الايه بيساوي قد كده خلاص احنا كده عارفنا نجيب قيمة السي بالارقام طبعا يبقى المطلوب الاول كان مجرد معادلات وبعدين المطلوب التاني عايز بقى ايه قيم طيب نشوف هنا المطلوب التالت بيقول لي from the above يعني من اللي فوق بقى deduce طيب ما الامجة ان احنا جبناها خلاص then calculate the stiffness constant key يبقى هو عايز الكي طيب برضو الموضوع بسيط خلاص يبقى المطلوب التالت بيقول لك زي ما انت جبت السي هتلينا كمان الكي نقول له بسيطة الامجة ان يبقى ده كده المطلوب التالت الامجة ان بتساوي root K equivalent على M equivalent M equivalent اللي هي G O دي معروفة الامجة ان معروفة يبقى من هنا قدر اطلع قيمة الكي equivalent بيساوي كامل ومن المعادلة اللي هي differential equation اللي فوق عندنا علاقة بين الكي equivalent والكي لو رجعنا لها تاني كده تلاقي الكي equivalent بيساوي كي في A squared يبقى نرجع نعاوب بها تاني يبقى الكي equivalent اللي انت جبتها من المعادلة دي بتساوي كي في A squared والA بربع يبقى نقدر نطلع من هنا قيمة الكي يبقى المطلوب التالت كمان جبنا موسيقى موسيقى